شائعات اختفاء السلع التموينية يا جماعة كل يوم بنسحى الصبح في حد عالم ببواطن الأمور يقولك على فكرة مفيش عيش مفيش رز مفيش سكر مفيش سامن مبيدوش بيدوك كده طول النهار إحنا وبدأ على فكرة عمل مش عافوي وإحنا قلنا واتكلمنا مرة واثنين وعشرة عن إنه الإشاعات عمل عمدي مقصود بيه البلبلة مقصود بيه إحباط المصريين مقصود بيه تخوفهم مقصود بيه كمان لخبطة السوق لإنه أنا لما حد يقولي هقولك سير مفيش مش عارف إيه فلإن مفيش مش عارف إيه أنزل أجري على البقال ولا السوبر ماركت أشتري مش عارف إيه علشان أخزنه علشان أأمن نفسي فأعمل أزمة الحكومة طلوقتي بترد بتقول مفيش سلع تموينية مختفية عندنا رصيد استراتيجي من كل السلع ممكن بقى سوبر ماركت كبير ولا بقال ينظم من عندياته لا هتديك 2 كيلو لا هتديك 3 كيلو لما يلاقي حد داخل كده يشيل لنص المحل لأنه سامع الإشاعة مجلس مركز المعلومات في مجلس الوزراء زي ما شفنا على الشاشة من شوية بيتصدوا لهذه الإشاعة يا جماعة اتمنوا ونرجع نقول كلمة السيد الرئيس اللي قالها اوعوا أبداً يا أهل مصر حاجة تأثر فيكم ولحد يتكلم يخوفكم أو يقلئكم السلع متوفرة والرصيد الاستراتيجي من السلع متوفر وكل حاجة موجودة غلية طبعاً احنا كلنا مدركين لأنه فيه أزمة عالمية منعكسة علينا الدولة بتقدم حلول ولسه في بقية البرنامج حنشوف كل المبادرات الحماية الاجتماعية اللي بتعملها الدولة